الله معكم الساعة واحدة وعشرة بتوقيت لبنان بعد منتصف الليل اللوات الاوكرانية عم بتشن هجوم عنيف اه بمحور زابوروجي تحديدا من منطقة اه محور اتجاه اوريخار من منطقة مالاتوك ملاشكا باتجاه اللوات الروسية بهالمناطق التالي طبعا الضغط الاوكراني عم بيكون كتير قوي كتير كثيف اه المدفعية الروسية تحديدا اللواء سبعين مشات ومنتشرين بالمنطقة على طول المنطقة هون الافواج اللي عم بتساعد بالمنطقة عم تضرب بالمدفعية الصواريخ الحرارية الطيران الروسي عم بيجربي يساعد ويسمد امامها الهجوم الاوي الكثيف منذ بداية المعرة كما جهدت بالمرة هايدي الجبهة هايك ضغط اوي بشكل كثيف تحديدا بالليل بفترة المساء اه الروس عم بيقصموا بشكل كثيف منطقة اه توكماك سبع وقت تلكم في تركيز كتير اوي من الاوكران يعني هناك بالخطة مراكزين يعني الهجمية اللي عم بيعملوها مراكزين هجوم على توكماك كل الوقت ربما متل تلكم يكون خدع ولكن بنفس الوقت تم التلميح كثيرا انه الهجوم رح يكون باتجاه توكماك ولاحقا الى ماريو بول اه متل ما سبع وقتلكم اللي عم بتشوفوه هي الترقاط الصفرة النقاط الصفر هون خطوط الصفر هي خطوط اللي عم بيصير عليها هجمات من القوات الاوكرانية متل عم تشوفو من هون على بولوهي بولوها على توكماك ولاحقا من توكماك على ميريتو بول هيك الخطة وايضا من المحاور التالي باتجاه فاسيليفكا ثم لاحقا باتجاه ميريتو بول وايضا من فاسيليفكا ممكن يتجاه توكماك عم بيصير على الضغط من هالثلاث محاول الاوكرانية متل ما عم بتشوفو كلهم بيودوا الى توكماك ولاحقا الى ميريتو بول اه اصف كتير مخيف على توكماك بدنا نشوف الروس كيف رح يتصرفو الدفاع الجويز عم بيتصدى ولا لا ولكن بعد البداية بمعركته حواليا خالنا ننتظر اي شي جديد انا بخبركم فيه اه طبعا دخليكم متابعين معي بتمنى تشاهدوا التقرير اللي حدتوا قبل هلأ اه من شي ساعة تقريبا بتمنى لكل يشاهدو لتشوفو شو كان بيصير طول هالنهار طول هاليوم وتعفو هلأ حاليا شفتو شو صار وعلى اساسه بتداركم متابعين الوضع معي لا تنسوا اللايك لا تنسوا تشاركوا الفيديو ولا تشوفوا فيديوهات القناة وطبعا لا تنسوا وضوع اهم شيء الدعم كل الوقت وتحياتي لكم تشوفكم في فيديوه جديد في حالة تجد اي شيء الى اللقاء وانطرقون ان شاء الله